بين البلدين ولكن لحضور القمة العربية وطبعا اجتماع وزراء الخارجية العرب أهلا بك مع الوزير واسمح لي أن أبدأ بالسؤال المباشر الذي يحير الجميع هل العاهل المغربي سيشارك في هذه القمة؟ أهلا وسهلا أمس أخبرنا الجامعة العربية بأنه يتعدى على جرية الملك حضور أشغال القمة في أي وقت تحديدا بعد انتهاء الاجتماع الوزاري أو لا؟ نذكر شوية بأنه كان جلالة الملك محمد الثالث من أول قادة اللي عبروا عن استعدادهم لحضور هذه القمة وكان جلالة الملك حتى أعطت علمات باش نخبروا أشيقانا في دول العربية عن استعداد جلالة الملك للقيام بهذه الزيارة للحضور للقمة وتشجيع القادة العرب على القيام بذلك جلالة الملك تابع الأشغال ولكن جلالة الملك عنده اعتبارات أخرى اللي خلت ليه بأنه يعطي للتعليمات باش نخبروا لجامعة بأنه يتعذر عليه الحضور اعتبارات مرتبطة بسياق إقليبي تنائي وغيره حدد لي لو سمحت لأنه هذا إعلان لم يكن متوقع خاصة أنه الكثير من وسائل الإعلام كانت تتوقع أن يأتي أيضا بالأمس كان في تصريحات للأمين العام المساعد للجامعة العربية يقول أنه تم احتواء التوتر بين الجزائر وأيضا المغرب فبدي أعرف شو الأسباب الرئيسية نزوم بين الأمرين يعني يمكن ما تحدث عليه نائب الأمين العام هو مسائل مرتبطة بسير الأشغال وبعض النقاط اللي كانت مهمة بنسبة الجانب المغربي هذا أمر هذا موضوع الخارطة أو موضع أخرى؟ أخرى يعني لا بد أن نفصل فيها هي المسألة هي مسألة منطلق ماذا؟ أين نحن؟ المغرب فهمه هو أن الأمر يتعلق بقمة جامعة الدول العربية تحتضنها دولة عربية بترتيب الأباجاتي هذه هي الله وليست قمة دولة معينة تنظمها ووفق أجندتها هذا هو المنطلق من هذا المنطلق المغرب كان دائما يرى بأن مدم أننا في اجتماع لجامعات الدول العربية قواعد العمل دفتر التحملات المرجعيات هي مرجعيات جامعات الدول العربية وأن البلد المستدف يعني كي يشتغل وفق هذه المرجعيات ووفق هذه العناصر من هذا المنطلق كانت تعليمات جلالة الملك بش المغرب يحضر لهذه القمة يحضر على مستوى كبار المطفين على مستوى المندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري وأن نشارك بشكل بناء لأن تحديات التي تتواجهها القمة هي تحديات مهمة من هذا المنطلق المغرب شارك فيما يكون خروج على ضوابط العمل داخل الجامعة العربية المغرب يذكر بذلك ويطلب تصحيح الوضع أن كل الأمور هذه بشكل طبيعي المغرب يساهم بشكل بناء ما الذي حدث تحديدا؟ هل لك أن تكون صريح معنا لنعرف ما هي الضوابط التي نعم كانت بعض العناصر اللي مرتبطة بخارطة المملكة المغربية تم احتواء الموضوع هناك اعتذار من المحطة المؤمنة سألتني ماذا جرى؟ هذا ماذا جرى؟ يعني المغرب في إطار هذا المنطق دي لأننا في إطار اجتماع لجامعات الطوال العربية يأكد على أنه يجب احترام هذا والمغرب هي أول مرة كيذكرها منذ بدات التحضيرات المغرب قال هناك محددات يجب احترامها ليس فقط للمغرب لأي دولة ستذهب إلى قيمة عربية في دولة أخرى وهناك قواعد يجب احترامها والمغرب لا يطلب امتياز له المغرب يطلب تطبيق قواعد عامة جميل ما هي المحددات التي تم خرقها؟ تحدثنا على الخارطة وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة للمغربية صحيح ولكن الأمانة العامة للجامعة العربية قالت بأنه لا علاقة لها بهذه المحطة بالمقابل كان هناك اعتذار من هذه المحطة على ما حدث ألم يرضيكم ذلك بمعنى آخر عندما تم الحديث عن احتواء التوتر لم ينتهي هذا التوتر لا يعني نفهم على أمر أساسي المغرب قال هذه شهور بأن هناك دوابط يجب أن تحترام وطلقى ضمانات وتطمينات لما وقع الأمر كان هناك أولا استغراب لأن هذه ليست مسائل يعني لماذا لم يتم التلعب بخريطة تونس أو المملكة العربية السعودية أو الأردن ثانيا لماذا في اليوم الأول وثالثان لماذا من قناة رسمية اعتبرت نفس الشركة يعني أنت تعتقد أنه هي كانت مقصودة من الجزائر أنا ألاحظ بأن الخريطة الوحيدة التي تم وضع حدود لها هي خريطة المغرب سقطة ربما ولكن اعتبرنا بأن الأمر يحتاج إلى توضيح وبأن الأمر ليس فقط السقطة كما قلت يعني الغرفيست كان يعني كان انسبيري بحل اللي كان قل وحنا مشى للمغرب فقط والجزء من التراب المغربي ولكن بحل اللي قلت حنا جينا بتعليمات واضحة من جلالة الملك للاشتغال بشكل بناء عدم المس بالخطوط الحمراء أكي لم تحصلوا على توضيحات لا خلينا نبدأ لا حصلنا على حصلنا على لم تكن مرضية هي جوزء من أمور أخرى اللي يمكن لنقول لك نعطيك مثال اللي يمكن يهمك ما عرفت انتوما كوافد إعلامي ما حال بكم يعني الوافد الإعلامي المغربي هو الوحيد اللي وصل بـ 52 وطالبا من 40 انهم يرجعوا إلى المغرب ويبقوا وطناش فقط هلأ في إجراءات أمنية في كثير من المحطات نتمنى بأن بأن المغرب ما يكونش الدولة الوحيدة اللي تولتي الوافد الإعلامي وصل وعاد بدون ما يقوم بالتغطية سألت بعض الزملاء يعني ما كانش تناش اللي تناش يعني فيها من المصور والمكيوغ وكل شيء من فوتوش تناش كان يوم مصدر البلاغ من هيئة الصحفي المغاربة واشنة ضروري هاد واش ضروري مثل هاد نضيعوا الطاقة ونضيعوا الوقت في أمور مثل هاد يتم التعامل معها بشكل آخر ما سمعتش عن دولة أخرى اللي إعلاميها طلبة منهم أن يتركوا وصلوا على البلد أم رفضت وصلوا على المطار ووصلوا ووصلوا وعادوا وعادوا من المطار وعندهم تأشيرات وكيفة نا أكيد فشو كانت تبريرات هل حصلتم على دولة أخرى هاد وشعوتني الجرافيست هو اللي مسؤولة لها ربما ولكن كالي كان لاحظ هو أن أمور كثيرة تقع وتقع للمغرية فقط هلأ الجانب الجزائري عندما تم الحديث عن أنه الاستقبال لم يكن بالطريقة المطلوبة قال أنه لا يعني لأن التحديات القيمة أكبر ولكن يمكننا تكتفاصيل وهذا السبب والخارطة كانت الأسباب الرئيسية التي أدت لقرار عدم حضور العاهل المغرية لا نقول جلالة الملك عنده اعتبارات متعددة اللي على أساسها بنا القرار دياله باش أنه يعتذر عن الحضور متعددة اللي أخذها جلالة الملك بعيد الاعتبار قبل ما يعلن على هذا القرار طيب انتهأت من المحددات ولا في بعض محددات أخرى وبعض العوام فيها العديد من الأمور فيها العديد من الأمور اللي اتخذت بعيد الاعتبار لأن الحضور خصو شروط وجلالة الملك تابع هذه الشروط وفي تقدير جلالة الملك وهو بأن الشروط لا تساعدش على أنه يحدث هل أفهم من كلامك معالي الوزير أن المشكلة أو التوتر ليس فقط مع الجزائر بل وصل إلى مرحلة الأمانة العامة للجامعة العربية؟ أولاً جزء الأمور نوضح النقطة الأولى هي أنه كان ضمن ثمانية دي القادة العرب ما حضرينش السعودية إمارات لأسباب طبية الإمارات الكويت لبنان عمان بس المغرب قرار سيادي بالنهاية كل واحد قلت بأنه يعني كل هذا عنده اعتباراته كل دولة عندها الاعتبارات كل قائد عنده الاعتبارات التي اتخذت في هذا الإطار مع الأمانة العامة باش نجاوبكم مباشرة لأنه كان دائماً تعاون كبير وكانت الأمانة العامة بالنسبة للمغرب يعني عكس الدول الأخرى هي الوسيط الوحيد مع الدولة المضيفة يعني المغرب في كل أحيان يدرع يمر عن الأمانة لغياب قنوات التواصل المباشرة فبالعكس نحن كنقتل كثير الدور اللي قامت به الأمانة قبل أثناء القمة ولكن أنت تعلم أنه غياب العاهل المغربي مباشرة يؤثر على صورة الجامعة العربية للبعض ينتقد بأنه تترهل في ظل غياب القيادات الموجودة أليس كذلك؟ هو باش نعود ثاني نوضح رؤية جلالة الملك ماشي اليوم منذ مدة منذ يعني هذه سنوات أنه لا يمكن اختزال العمل العربي المشارك في القمام دعني فقط أمر سريعاً على هذا الغياب لعاهل المغربي عندما نتحدث عن محددات تم خرقها هل نعتبر أنه كانت الإشارات غير إيجابية سأضعها في هذا الإطار من قبل الجزائر وأليس هناك من دول عربية يتم التنسيق معها للدخول في وساطة على الأقل تقريب جهة النظر؟ أكيد بأن القرار خدم جموعة من الاعتبارات المرتبطة بما وقع قبل أثناء التحضير للقمة ما يقع على المستوى التنائي ما وقع أثناء وغيرها فعناصر اللي يمكن حتى على مستوى الشعب المغربي كين هناك واحد الهاجمات الإعلامية اللي كيرفضها الشعب المغربي بالدرجة من قبل الطرفين أليس كذلك؟ يعني إحنا في تقاليدنا لما كتستدعيش ضيف كتدير مجهود ثانيا تحددتي على مسألة الضوابط هذا جزء هذا عنصور كذلك من هذا الشيء ولكن اللي بغيت نأكد عليه بأن جلالة الملك أعتذر عن الحضور للقمة ولكن جلالة الملك أعطى تعليمات واضحة بالمشاركة الإيجابية والبناءة في القمة وغياب جلالة الملك مثل غياب سبعة أو ثمانية دي القادة العرب على مستوى القمة اللي ما غير يحضره كذلك لهذه القمة الاعتبارات مختلفة وبتعليفة يعني الوفد المغربي سيستمر في الاشترال بشكل بناء وفقد الضوابط إلا كان تجاوزات نوضح الأمور ونرجع الأمور إلى نصابها وإلا كان مجال المساهمة البناءة فالمغرب أول من يساهم في ذلك هل هناك تنصيق مع أي دولة عربية في هذا الإطار أو لا؟ حاول حاول إن كان الحضور أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر؟ أنا كنقول كين مستويات مختلفة يعني علاقة جلالة الملك مع إخوانه من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية هذه علاقة يعني كتخص جلالة الملك واللي دائما في تواصل مع إخوانه هل جلالة الملك أعطى أي إشارات؟ أو يمكن القول بأنه بعد خطابه السامي والذي وجه فيه رسالة كانت جداً إيجابية وقرأت بإيجابية إلى الجزائر هل تلقى إشارات غير ذلك من الجانب الجزائري؟ حتى بعد الخطابات أنا قلت جلالة الملك كان من أول القادة اللي عبروا على استعدادهم للمجيء إلى القمة وبلغنا بذلك الجامعة العربية رسمياً وجلالة الملك يعني كل التحضيرات كانت للحضور للقمة ما احتوفت المقدمة وغيرها وكانت اعتبارات لخلال جلالة الباليك اليومية وطبعاً الاعتبار في هذا القرار في سياق العلاقات التنائية وفي سياق الإشارات وغياب الإشارات وجود بعض الإشارات هل قرأت على أنها رد؟ مثلاً اللي ذكرت المحددات التي تم خربها هذه المحددات كانت على الجزء من سياق عام في سياق إعلامي سياق تنائي سياق إقليمي وغيره طيب على كل سنتحدث في المزيد حول البنود التي طرحت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب ولكن بعد الفاصل مشاهدين فاصل ونواصل ونعود إليكم ابقوا معنا مشاهدين أهلاً بكم مجدداً ونكمل هذا الحوار مع معالي وزير الخارجية المغربي ناصر بورغيطة كنا نتحدث بداية عن الإعلان الذي ذكرت بأن العاهل المغربي ليحضر القمة سينوب عنه وزير الخارجية؟ نعم كانت تعليمات لجرالة الملك بأن أرأس الوفد المغربي في القمة طيب خبرنا بداية لو سمحت لنا معالي الوزير عن اجتماع وزراء الخارجية العرب وما هو الطرح المغربي في هذا الاجتماع؟ بحالي قلت الوفد المغربي الجابي تعليمات واضحة فيها أولاً التأكيد على أن سياق هذه القمة وهو سياق عربي ودولي صعب من انطلاقاً من القضية الفلسطينية التي يعطيها جرالة الملكة أهمية خاصة من منطلق دوره كرئيس للجنة القدس ومن منطلق ذلك الهجمات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من التصرفات الإسرائيلية اقتحامات للمسجد الأقصى اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين هذه كلها كتصرح تساؤلات مهمة وضع مقلق في ليبيا، وضع مقلق في اليمن، وضع مقلق في سوريا، لبنان، سودان وغيرها أزابات دولية، أزمة طقية، أزمة غدائية، أزمة بيئية، أزمة أمنية التي تساءل الوضع العربي والتي خلت من البداية للمغرب ورؤية جرالة الملكة أن يجب أن الإجابة ستكون عربية مشتركة هناك من جهة أخرى انتطارات للشعوب العربية وتحددتها لها بالإضافة للقرارات والإعلانات التي يمكن أن تخرج كتنى أمور عملية، كتنى كيف سنواجه الأزمة الغدائية، كيف سنواجه الأزمة الطاقية يعني التعامل جرالة الملك مع هذه القضية وتعامل براغماتي عملي الإعلانات سهلة، الخطابات سهلة، الحلول يجب أن تكون حلول عربية عملية وبعنا هذا مشغل اليوم، مشغل لأن القمة في الجزائر أو لا في 2001 جرالة الملك اطلق مبادرة إعلان أقادية للتكامل الاقتصادي بين المغرب وتونس والأردن ومصر كنوات لعمل مشترك هذا المسار غادي، مسار لتبادل حر بين هذه الدول فيه مشاكل، ولكن ننفضل مشاكل تكون بين الفاعلين الاقتصاديين وقواعد المنشاء وشروط المنافسة على أنها تكون مشاكل سياسية، مشاكل مرتبطة باختلافات في الرؤى وغيرها هذا هو ما هو مدى هذا هو انعكاس على اجتماعكم في الجامعة العربية بمعنى آخر أنه ممكن التوسع عنكم طرح آخر أم هذا؟ يعني الطرح هو أنه كانت اقتراحة جد مهمة من الجانب المغربي في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للآسف لا يأخذ اجتماع الأهمية في أجندة جامعات الدول العربية في هذه القمة؟ لأن هناك حديث أنه تركيز على هذا الموضوع الأمن الغذائي هو من العنوين الرئيسية وأنه هناك توافق يعني من خلال حديثك أفهم أنه لا يوجد توافق لا يوجد توافق، الإشكال ليس توافق على الأوراق ما صيغة؟ ليس توافق على الأوراق الإشكال هو الترجمة الأوراق إلى بشكل عمالي لهذا أنا قلت القمام مهمة ولكن ماذا سنفعل في 363 يوم الأخرى من السنة؟ إذا اعتبرنا بأننا كنا نتظروا القمام هذه الثلاثين لكي نبدو نشتغله فكان خطأ في نوعنا ما يعني ما هو أساسي كل واحد فينا يسأل نفسه ماذا أفعل للدفع بالعمل العربي المشاركة والعكس ماذا أفعل لضرب العمال العربي المشترك؟ المغرب أكد مع مجموعة من الدول على أن العالم اليوم والعالم العربي بصفة عامة محتاج إلى تعزيز وحدته الترابية إلى تعزيز سياته الوطنية إلى محاربة الانفصال إلى محاربة الشردامة وإلى تقوية مؤسسات وإدعاف الدول العربية لسبب من الأسباب كتضرب هذه الباخرة العربية التي كنا إما سنمشي بها وإما سنغرق فيها جميعا إدعاف عربي عربي أو بسبب التدخلات الخارجية وهذه نقطة مهمة يقال بأنه كانت بند من البنود التي أثارت الكثير من التساؤلات والتوترات مرة أخرى لا نغير الواقع بالقرارات أو بجدول الأعمال تدخلات الخارجية في العالم العربي هذه حقيقة أننا ندرها في جدول الأعمال وأننا نسحبها لا يغير هذا الواقع والذي يظن بأن عدم ذكرها في جدول الأعمال فهذا يغير الواقع فهو مخطئ هناك تدخلات يعني كنشوفها ماذا نتحدث عن إيران؟ المغرب يمكن أن يتحدث عن إيران بشكل واضح لأن إيران بالنسبة للمغرب تمويل ميليشيا مسلحة في صاليا تهدد أمن المغرب تهدد استقرار المغرب وتهدد أمن وطمأنينة المغرب تدخلات الأجنبية هذه كينة لجنتين عربيتين لما بالقمة تونس وقمة الجزائر اجتمعات استولت بعض المرات وصدرت تقارير وقرارات والقمة ستعتمدها مرضية لكم لأنه بحسب ما فهمت أنه ما سيطرح هو قراءة من القراءات السابقة لا جديد لا إضافات هل هيم؟ يعني أنا كنظم اللجنة آخر مرة اجتمعت اجتمعت في شهر شتنبير الماضي في القاهرة ودارت تقرير وكان هناك قرار وهذا القرار سيتم إعادة اعتباده من القمة اللي هو؟ اللي هو بأننا نرفض تدخلات الأجنبية في القضايا العربية نرفض تواجد قوات أجنبية فوق التراب العربي وبالنسبة للمغرب اللجنة تشير بشكل صريح إلى تدامل مع المغرب والتنديد بالتدخلات الإيرانية في الشؤون المغربية من خلال دعم ميليشيات انفيصالية مسلحة الاسم واضح وصريح للدولة التي تم التنديد بها إيران بالنسبة للمغرب إيران بالنسبة للمص الموضوع بالنسبة للقرار يعني اللجنة هي اسميتها لجنة الحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية هذا اسمها الرسمي والقرار والتقرير يشيران إلى ذلك بالاسم وهذا ما سيكون فيه بنب من بنود البيان للقمة هذا سيكون من القرارات التي ستعتمدها القمة وهذا بالنسبة لكم غير كافي لا بالنسبة لنا كافي يعني ما ك هذا ما تحتاج المغرب المغرب تحتاج يعني التدديد؟ لا ما تحتاجه المغرب على المستوى التنائي اقطع علاقته مع إيران منذ 2018 المغرب ولقى تضامن بحل المغرب في 2009 اقطع علاقته مع إيران لما كان تهديد للبحرين المغرب لا يرى الأمر بأنه مجرد بيانات وقرار المغرب عملي بنوغ millimeter